السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم? اهلا بكم في القناة. اهلا لو لسه جديد معينا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصل لها كل جديد. ولايك لو الفيديو عجبك. وبرحب بكل المشتركين معي في القناة. وعايز اقول ان انا مبسوطة بكل التعليقات. كمان التعليقات اللي فيها اسئلة. اه بشوفها وهرد عليها كلها بفيزيوهات خاصة. عن توافق الابراج وعن الابراج اللي فيه بينها رجوع ولا لا. بس يا ريت اللي يكتب التاريخ. اه يعني لما واحدة تكتب التاريخ تكتب التاريخ بتاعها والتاريخ بتاع الطرف التاني. هتكلم النهاردة عن برج ايه? عن برج الثور. اه برج الثور الشخصية الرائعة المنتزة. الناس اللي سبرت كتير وتعبت كتير. اه عايز ابشرهم في الفيديو ده اشجعهم كمان. على ان هم يقدموا على كل حاجة عايزين يعملوها. عايز اقول لهم كمان لو انتو لسه تعبانين ويقاستوا بسبب تعب السنين اللي فاتت. ان خلاص اللي جاي اجمل ونجاحك هيكون مصيره في ايدك انت. يعني لازم تكون واسق في ربنا لان الوضع الفلكي هو مش صنع مخلوق. هو صنع خالق. فالخالق اراد لك العدل بعد اختبار سنين. اه هتكلم معاكم هنا باستفادة عشان يهمني انكم تفهموا. اه كل حاجة. حتى لو هقول اغلبها في فيديو واحد مش مهم. المهم يوصلوكم معايا. اه يعني يوصلوكم الطاقة الايجابية والطريقة اللي لازم اه تتحركوا بيها. اه تابعوا بس معايا. ومش هتعدي السنين دي غير وانتم حققين اغلب احلامكم وتموحاتكم ان شاء الله. هتكلم الاول عن الفرص المتاحة اه من الناحية العملية او المهنية. يعني حصدك فين وتتحرك ازاي عشان توصل هدفك. او تحقق حلمك المهني او المادي. اه يعني بشكل افضل ليك. اه هيكون الاحسن انك تشتغل اه من ضمن جروب. يعني شراكة جماعة. بس يكون لو كلهم نفس تفكيرك ونفس طريقة شغلك. يعني عايزين يحققوا حلمهم جدين في شغلهم. الطريقة دية هتكون نكحة معيك. اه برج الصور. او اه يكون عندك مشروع خاص بك. يعني تشتغل لوحدك. المهم مش تحت قيادة حد. اه اللي انا بقوله ده بالسبب بانه يعني فين الحصد او فين شغلي او فين. في حصد بيبقى موجود في حاجات ومش موجود في حاجات قانية. فلو انت لوحدك او مكون مجموعة. ده هيبقى كويس جدا من ناحية الشغل. وده كمان هيطور مهاراتك العلمية والعملية. طريقة دي كمان في تحضيرك لشغلك. هتمكنك انك بعد شغله كده تجني بقى سمار عملك. هتتعب. بس النتيجة هتكون مرضية جدا بالنسبة لك. آآ ما هدخول شهر يونيو. ده هيكون بالنسبة لك شهر حصد ارباح كبيرة نتيجة موجودك في الشغور. مو المفروض اللي هي من بداية السنة. الضغوط اللي ممكن تقابلها على مدار الشغور دي بس. هتكون ضغوط آآ يعني عاملة زي يعني خاصة برغباتك الشخصية. يعني عشان تتجنبها ممكن تعمل ميزانية تقلل فيها من نفقاتك بزداد في اول خمس شهور من السنة. كمان وضعك الفلكي بيقول انك آآ هتحقق جزء من اهدافك واللي كنت بتفكر فيها ونستنيها من وقت طويل. آآ بتحذرك برضو الافلاك من فترة من الفترة والحد نهاية شهر يونيو آآ من القرارات المالية. يعني الامور اللي فيها بيا شراء آآ تعاقد على حاجة لان الفترة دي ممكن تصرف مبلغ. في حاجة على الفاضي تندم بعدها. فهنا تخلي بالك من حاجة زي كده كويس قوي. آآ يوم الحظ بتاعك. هتكون حالتك المادية منتعشة. آآ وهتكون مقبل على مفاوضات مهنية برضو وعقود مهنية جديدة. غير اللي انت بدأت بيها. على اخر يونيو ان شاء الله. آآ من العلاقات العاطفية. هتلاقيه من بداية الصيف. وبالذات غير المرتبطين رسميا. هيكون العلاقات بتاعتهم هتبقى جنسيات مختلفة. بمعنى يعني يعني انت من بلد الحد اللي هترتيبت بيه هيكون من بلد تانية. او لعكس انت بورجسور من بلد الحد هيكون من بلد تانية. وهتحصل تطورات على المستوى العاطفي وبالتالي ارتباط. آآ الحالي عندك حظ جيد. وعندك حظ جيد علشان الناس اللي بتقول لأ مفيش لأ مفيش الشغل لأ موجود بس مفيش حاجة بتيجي لحد عندنا. لما كن بقول ان في حظ ده معناه ان انا لما روح اشوف شغل هلاقي موجود شغل. لما انوي آآ اعمل مشروع شغل الموضوع باذن الله ميسر وناجح وكده. فهو الموضوع بيبقى متطلب في البداية. السعي والبداية منك انت وبعد كده بتشوف النتيجة ان شاء الله. عندك حظ منتصف هتكون حاسس انك آآ تيجي عليك فترة كده. في نفس الوقت ده تحاسس انك عايز تقضي معظم الوقت الوحدة كده كأن يعني يعني قاعد عايز تسمع مزيكة براحتك تاكل برضو براحتك يعني كل حاجة عايز تعملها براحتك مع ناستك يعني. والنصيحة لك انك آآ فعلا تستمتع بوقتك تحاول تتجنب المشاكل المحيطة وتتجهلها كمان. وتستمر عشان تستعد للي جاي. فبنقولك انك تحاول الاحتفاظ بأسرارك لنفسك وبس. ما تتكلمش مع حد في اي حاجة. الاحساس اللي هيكون موجود عندك في الوقت ده. آآ يعني البعض منكو يعني هيكون بيمنع في منكو يعني الاحساس ده بيمنعو عن التقدم او الحركة. يعني هيجي احساس لفترة كده بسبب وضع للكواكب معين. آآ انك عايز تفضل لوحدك قافل على نفسك آآ برضو بتقضيها اكل وشوكولاتة وكده. آآ سعب بتحس انك زعلان على نفسك. آآ عايز اقولك عزيزي برج التور صدقني ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك. الفرص مش بتيجي كتير. فهو ده الوقت المناسب انك تغير كل حياتك. آآ وتتجاوز اخطائك اللي فاتت. يعني كل اللي فات قعدنا كتير آآ كان فيه الظروف صعبة كتير في اوقات كتير. لازم تتجاوز كل ده. ولازم تتقدم لقدام. وتخلي بالك كويس من اللي حواليك. وبرضو تفضل محتفظ باسرارك. خصوصا اللي انت عارف انهم حساد. لانهم ممكن يعني الناس اللي بتحسد انتوا عارفين ممكن يخلوا حياتنا جحيم بعد الشر يعني. آآ فلازم تخلي بالك. ولازم تفضل برضو محتفظ باسرارك لنفسك. آآ شهر ده مليان مفاجئات. هتكون مستمتع جدا بنجاحك. آآ بلاش في الفترة دي تقلل آآ آآ من شأن نفسك في بعض الامور لانها هتتغير خلال الشهر ده. يعني لو حد كده مثلا عايز يخس. يقلل وزنه. هيقدر يعمل ده بكل سهولة. او اي حاجة تانية تجميلية شخصية بيفكر فيها هيكون ده وقت مناسب جدا. لان انت تعمل كده. كمان وقت مناسب عشان تعبر فيه عن افكارك آآ بكل ثقة. ويجي بقى الصيف وتكون حالتك المزاجية كويسة جدا وبالذات في الحب. آآ بالذات قلنا ان هيكون حالتك المزاجية كويسة في الحب. هتعمل تغيير لستيلك آآ وستييل لبسك. يعني شكلك العام كده كله هتعمله تغيير هتحس بسعادة آآ هتحس بتمقنان وسلام داخلي كمان هقولك ان الحياة آآ بتمنحك فرص كتير مع كل يوم جديد. اهم حاجة الحركة. عندك فرص كتير مع كل يوم جديد. كل اللي بيشغل تفكيرك في الفترة دي هيعدي على اكمل وجه وممكن كمان تقابل شخص يكون ليه اهمية خاصة في حياتك. بس تخليك فاكر اننا استفقنا انك تحافظ على اسرارك. هتكمل على كده وبحرص على انك تخلي الصفة دي فيك. عشان طريقك هيكون مليان حساد على او غاد. فخليك حذر. طبعا كلنا عارفين ان الدنيا فيها الحلو وفيها السيء يعني على دا وعلى دا. ففي منتصف شهر ممكن تحصل شوية تغيرات. مش هتعجبك. آآ في معظمها. هتلاقي شوية عوائق وكزا مشكلة. في كزا مشكلة هتلاقيهم في علاقة واحدة. يعني في علاقة واحدة على اقل. هتلاقي الكزا مشكلة في علاقة واحدة من علاقاتك. الامور مش تمام معاك قوي. آآ وده بيكون لسه فيه تخبطات شوية من الشهر اللي قبليه. آآ في شوية مشاكل خصوصا كمان المتجاوزين او المرتبطين. هتبقى فيه مشاكل ممكن تدخل في نقاش حاد. وهيكون حاد جدا. آآ وهيكون مع حد من من الشخصيات المهمة في حياتك. يعني مش حد كده تكون نقاش في حقيقة من الشخصيات المهمة في حياتك. وهيكون عندك ظن في الفترة دي كمان انك هيجيلك احساس ان محدش بيحبك. آآ فهيكون دا مش حقيقي. وحاول في الفترة دي. ما تقولش حاجة تندم عليها بعدين. آآ هنا هنكون الناسات.